ستلارة ما هو عقار ستلارة؟ هو عقار بيولوجي بيستخدم في شكل حؤن في العديد من الأمراض الروماتيزمية المناعية يعني ايه علاج بيولوجي؟ في مجال الأمراض الروماتيزمية المناعية استخدام استلاح علاج بيولوجي بيقصد به علاجات معمولة بتقنية معينة بحيث أنها تكون اما أجسام مضادة ضد بعض المواد الإلتهابية اللي في الجسم واما أنها تكون بروتينات تتحد مع هذه المواد الإلتهابية وتبط المفعولها وبالتالي تقلل الحالة الإلتهابية اللي هي بتكون متسببة فيها في الجسم بالنسبة للأستلارة هو عبارة عن أجسام مضادة ضد مادة الإلتهابية اسمها انترلوكين 12 وانترلوكين 23 لتفاصيل أكتر عن إيه هي العلاجات البيولوجية وبتشتغل إزاي بالتفصيل تقدر تشوف فيديو على قناتي على اليوتيوب اسمه العلاجات البيولوجية في شرح مفصل جداً لها أنا دكتور حاتم العيشي وأستاذ الأمراض الروماتيزمية بكلية الطب بجامعة القاهرة بمصر ودي قناتي قناة دكتور حاتم العيشي على اليوتيوب بنقدم فيديوهات عن الأمراض الروماتيزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وطرق علاجها كل كلامنا في الفيديو ده هيكون عن عقار ستلارة وتفاصيل أكتر عن استخداماته والاحتياطات الهامة المرتبطة به إيه الحالات المرضية اللي بنستخدم فيها عقار ستلارة؟ ستلارة بيستخدم في علاج إلتهاب المفاصل الصدفي وفي مرض صدفية الجلد وأيضاً في أمراض القولون والأمعاء المناعية اللي هما يعني مرض القولون التقرحي ومرض كرونز استلارة بيستخدم في علاج هذه الأمراض في الكبار وأيضاً في الأطفال ابتداء من سن ست سنوات إنت بنستخدم استلارة في هذه الأمراض اللي قولنا عليها؟ بنستخدمها لو أنواع العلاج الأقل في القوة واللي ترتبها قبله في خطة العلاج لهذه الأمراض تم استخدامها وما نفعتش يعني لما نشوف مريض التهاب مفاصل صدفي مثلاً عادةً بنبدأ علاجه بعققير غير بيولوجية أصلاً قبل ما نفكر في عائلة العلاج البيولوجية اللي منها الاستلارة بنعمل إيه لما نقرر نبدأ استلارة في مريض ما؟ بنعمل نفس الفحوص الروتينية اللي قلناها لما تكلمنا على العققير البيولوجية التانية اللي قبل كده هو تلزايه فحوص الروتينية للأتنقنان العام على صورة الدم وظيف الكبد والكلة وإيه كمان؟ بما أن هذه العققير مثبتة للمناعة بناخد احتياطنا وبنعمل فحوص للأمراض المايكروبية المزمنة الشهيرة لأن لو واحد فيها موجود ممكن العققير دي تنشطه الفحوص المهمة هنا بتكون فحوص لاستبعاد وجود التهاب فيروس C وفيروس B ومرض الإيدز وكمان فحوص لاستبعاد وجود أي علامات لحاجة اسمها درن كامن تفاصيل أكتر عن موضوع تحليل الدرن هتلاقيها في فيديو مهم هنا على القناة بتاعته على اليوتيوب اسمه ليه بنعمل تحليل الدرن قبل ما نبدأ علاج بيولوجي نقطة تانية برضو مهمة فيما يخص اللي بنعمله قبل ما نبدأ هذه الأدوية لو فيه تطعيمات معينة مجدول إن المريض كان المفروض يحصل عليها قريب يعني في الفترة ديت يبقى بننصح المريض إن هو ياخدها الأول قبل ما نبدأ هذه العققير لأنه ممكن تؤثر على فعالية التطعيم لو أخدنا التطعيم وإحنا بناخده مشكلة في وظيفة الكيلة والكبد يأثر على علاج باستلارة وجود مشكلة في الكيلة والكبد لا يمنع العلاج باستلارة ولا نحتاج إلى عمل أي تعديل في جرائده إيه بقى الأسباب اللي تخلينا ما نقدرش نوصف استلارة في مريض كنا قررنا له هذا العقار إن يكون عنده التهاب ميكروبي مش متعالج سواء التهاب حد زي خراج مثلا أو مزمن زي فيروس C أو B أو درن ناشط استلارة يفضل إنه يتم توقيفه قبل الحمل بحوالي 15 أسبوع ولو الاحتياج لاستخدامه كبير وما فيش بديل ممكن يتم إيقافه لما يحصل الحمل المعلومات المتاحة عن استخدامه في الحمل ودي عادة بتكون متاحة من متابعة أعداد مش قليلة من المرضى في البلاد المختلفة لا تكفي للتأكد من مدى أمانه من عدمه أثناء الحمل وفي هذه الحدود بيتم اتخاذ القرارات بشأنه في الحمل بيحصل أحيانا إن في مرضى التهاب القولون المناعي بالذات واللي معتمدين على استلارة بشكل كبير وما فيش بداية اللي كويسة في هؤلاء المرضى إنه يسمح بالحمل مع استخدام استلارة بس دي بيكون لها متابعة من نوع خاص مع طبيب النساء على مدار الحمل وخاصة في الثلاث شهور الأخيرة من الحمل ليه بنعمل هذا السماح في هؤلاء المرضى بالذات؟ لأن إتهاب القولون المناعي في حد ذاته لو ناشط ممكن يتسبب في مشاكل للحمل أكتر من الأعراض الجنبية المحتملة والغير مؤكدة لاستخدام استلارة أثناء الحمل بالنسبة للرضاعة استلارة بيعدي في لبن الأم وقرار الرضاعة مع استخدام استلارة بيعتمد على الطبيب بقى هيوزن قدر الفوائد اللي هيجنيها المريضة يعني من استخدامه أمام فرصة أي أعراض جنبية ممكن تحصل منه في أثناء الرضاعة حفظ حقن استلارة حقن استلارة تحفظ في التلاجة يعني مش في درجة حرارة الأودة ومش في الفريزر لو عايزت تفاصيل أكتر عن حفظ الاستلارة والعقاقير البيولوجية والصفر بها من بلد لتاني بالطيارة هنشوف فيديو على قناتي اسمه العلاجات البيولوجية نحفظها في التلاجة ولا في الغرفة استلارة بقى بيتاخد إزاي بالزبط؟ حقن استلارة موجودة إما في شكل أمبولات 130 ميلي جرام للحقن كمحلول وريدي وإما حقن جاهزة للحقن تحت الجلد عيار 45 ميلي جرام أو 90 ميلي جرام بالنسبة للحقن اللي تحت الجلد اللي هي إحنا بنستخدمها أكتر ولينا خبرة بيها أكتر بتكون الجرعة عادة في البداية حقن من عيار 45 ميلي جرام أو عيار 90 ميلي جرام وتتعاد نفس الجرعة بعد شهر وبعد كده الجرعة بتكون كل 3 شهور على أي أساس بنقرر المريض جرعة الـ 45 ولا الـ 90 على أساس سنه ووزنه ونوع مرضه وشدة مرضه أحيانا في مرضى كمان بتستدعي شدة المرض بتاعهم إن الجرعة بعد كده تكون كل شهرين مش 3 أشهر الأعراض الجانبية لإستلارة ممكن يحصل إلتهاب ميكروبي وعشان كده مهم إننا نتابع لو حصل أي أعراض لأي إلتهاب ميكروبي محتمل وفي هذه الحالة الطبيب بيتخذ الإجراءات اللازمة ممكن تحصل حساسية زي أي عقار تاني في الدنيا ما ممكن يعمل حساسية صحيح اللي يبدأ علاج بإستلارة ما يقدرش يبطله خالص مش صحيح حسب تحسن المريض ووصوله لحالة من الإخمال للمرض اللي بنعالجه وردي بقى فيه خطة مع الوقت اللي إننا نكون من غير استلارة في وقت من الأوقات إزاي بقى الطبيب بيقلل استلارة لو المريض حالته اتحسنت كويس جدا بيقللها عادة بمباعدة المدة بين الحقن إذا كنت تحب تحصل على روابط لكل الفيديوهات اللي أنا عملتها اللي بتتكلم عن العقاقير المختلفة المستخدمة في الأمراض المناعية حضرتك تقدر تبعات رسالة على الواتساب بتاع مناصة طبيبكم من الاستشارات الطبية أونلاين اللي ظهر على الشاشة وموظفي السكرتاريا هيرسل ليك الروابط كلها وطبعا لو حضرتك تحب تتابع فيديوهات الجديدة على الأمراض الروماتزمية تقدر تضغط دلوقتي على زر الاشتراك في القناة وتفعل جرس الإشعارات أشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله